من يتابع الأخبار يستنتج أن هناك انتهاكات يتعرض لها الزملاء في الصحافة في الطواقم الطبية والكثير من الأجسام التي من المفترض أن تكون محمية دوليا لا يتم حمايتها من قبل الاحتلال اليوم نخصص الحديث ضمن سلسلة منظمة من قبل الصليب الأحمر للتعريف بدورهم حول قضية حماية الطواقم الطبية في الميدان والاستهداف العلني والمباشر لهم من خلال قوات الاحتلال في مناطق التماس نتحدث أكثر حول هذا الموضوع ومسؤول الملف الطبي الميداني في الصليب الأحمر ضيفي في رأس ديو السيد إيمادة دعيس يسعد صباحك يسعد صباحك أستاذ الميزة أهلين بكم كيف تركت لنا الأوتس؟ والله الأوتس دائماً إلها جواء خاصة وبانتظاركم خذنا معكم أنت مروح نتشرف دائماً فيكم ما بتكتملش الفرحة إلا بوجود الجميع بمنطقة الأوتس يا رب يكتب لنا نكون فيها كلنا إن شاء الله وهي جزء لا يتجزأ مننا جميعنا ككيان وطني واحد أكيد قبل ما أبدأ بحب أهني نفسي بحب أهني مجتمعنا على مرور مئة عام على تأسيس جامعة النجاح هذه الجامعة الشامخة بتاريخ عريق خرجت أجيال ونحن أحفاد هذه الأجيال وكل ما هو موجود الآن أكيد من تخريج هذه الجامعة العريقة فمبروك وإلى الأمام إن شاء الله باحتفال كمان محة عام إلى الأمام إحنا حزنين أنه مش هنكون بالمئة عامة تانية يعني هذا عم نحكي أنا والشباب نحن موجودين في هاي الاحتفالية لكن منتمنى أكيد أنه تكبر أكتر وأكتر مع كل المؤسسات اللي موجودة كمان اليوم منحكي عن الصليب الأحمر كمؤسسة دولية لكن كمان دورها بفلسطين يمتد منذ بداية الصراع والنزاع وهلأ إحنا رح نوضح ونحدد هاي المصرحات والتفاصيل لكن قبل ما نحكي معك سيد عماد حابين شوي نعرف المشاهدين عن طبيعة الموضوع يلي رح نتحدث فيه تمام؟ نعم بالتأكيد فنحكي للجمهور أن إحنا هلأ رح نشوف فيديو بيتحدث عن استهداف الطواقم الطبية في الميدان وبعدها أنه نعود لضيفنا السيد عماد لنتحدث أكثر حول هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر مسلوب رائع وملفت في الربط حقيقة بس لفتني مصطلح المهمات الطبية سيد عماد كيف تقدر تضح لنا هذا المصطلح؟ نعم مصطلح مهمات الطبية هي التي تشمل المرافق الطبية مستشفيات، مراكز، رعاية أولية، مستودعات طبية أيضا مقدمو الخدمات الطبية هذول يشملوهم والمركبات الطبية كسيارات إسعاف السيارات التي تنقل معدات طبية والأدوية إلى المستشفيات من المستودعات الطبية هذول الذين يكرسون عملهم من أجل رعاية وإعطاء مهمات طبية للجرحة والمرضى الموجودين سواء في الميدان أو في المستشفيات فهذه هي باختصار تعريف المهمات الطبية تمام، ممكن إحنا هذول الأشخاص إحنا دوما نشوفهم نلتيفهم عندما ننزل على الميدان فدوما بيخطر على بالنا سؤال أنه هل التواقم الطبية أو المهمات الطبية اللي بتكون نزلة على الميدان في مناطق التماس والحروب والميزعات هي محمية سيد عماد بالطبع نعم بتأكيد كل القوانين قانون الدول الإنساني كلهم يضمنوا حماية طواقم الطبية وإن كانت القوانين الدولية تشير بالذات للمرضى، الجرحة، المدنيين، الأسرة المنكوبي البحار كمان المقدمين خدمات الطبية البعثات الدينية الأفراد العاملين بالمجال الإنساني قوات دفاع المدني نعم، كمان يضمنهم هذه الحماية طبعا، وبالأراضي المحتلة الفلسطينية لا يوجد شيء يضمنوا لا يوجد ضمانة على الاحتلال بدليل الانتهاكات التي نرسلها وعم نرصدها خلال فترات متقاربة من ذاكرتنا وتاريخنا الفلسطيني بدي أعيد بالتأكيد أنه كل الأحداث أي انتهاكات لطواقم الطبية الصريب الأحمر بوثقها احنا باتفاقيات جينيف لا سنة ياما، اتفاقي جينيف الأربع لا سنة ياما، اتفاقيات الرابعة التي تعنى بحماية المدنيين والطواقم الطبية هم طبعا جزء من المدنيين بوقت الحرب ووقت النزاعات هم تحت هذه الاتفاقية ولهم الحماية حسب اتفاقية جينيف بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية المتعارفة عليها فكل حدث يحدث بأي منطقة الصريب الأحمر الدولي يسجله، يوثقه ويبقى غير علني لكن كل حدث يجب أن يوثق وهل الصريب الأحمر هو اللي يقوم برفع القضايا للمحاكمة الدولي حتى يتم محاسبة الشخص لانتهاك القانون لماذا هو كمان الصفة المخولة بهذا الموضوع؟ الصريب الأحمر عنده شيء مميز بأنه نعم بالإمكان أنه يتصل مع الجهات المباشرة مع الجهات المسؤولة عن هذا الانتهاك لكن لا يعلن هذا يكون فقط بين الصريب الأحمر والجهة التي تطاولت والجهة المسؤولة عن هذا العنف ضد المقدمين الخدمات الطبية أو المنشآت الطبية حل طب خلينا نشوف إذا هاي المعلومات اللي أنت ذكرتها هي موجودة عند نخبة أو خلينا نقول عينة عشوائية من طلبة الجمعة فإياك سيد عماد وكمان معكم إحنا هون معكم جمهورنا رح نعرف أنه هل هناك معرفة حول سؤال هل يجوز استهداف الطواقم الطبية أو المهمات الطبية في الميدان؟ نستمع للإجابات ثم منعود لا طبعا لا لأنه إحنا منشوف في الحروب وفي النزاعات أنه كثير مشاكل بيصير معهم وكثير بتعرضو لهم ولازم إحنا القانون يحمي هذه الطواقم الطبية لأنها إلها كل الاحترام لأنها بتكون بمهمة إنسانية ولازم إحنا نواجب الدولة والمسؤولين أنهم يحموا هذه الطواقم لأنها بالنهاية هي قائمة على مهمة إنسانية ولا خدمة الشعب ومش لأي خدمة أي حدا ثاني ولا لخدمة مصلحة خاصة طبعا أكيد حسب قوانين الحقوق الإنسانية لا يجوز هذا الكلام لكن للأسف إحنا كشعب فلسطيني عم نشوف على أرض الواقع عكس ذلك من قبل الاحتلال الإسرائيلي دائما الهيلت تيم اللي هو الفريق الطبي لازم يكون هو المبادر في أي حالة في أي اشتباكات فأكبر غلط أن يكون هو الهدف الرئيسي زي ما نشوف من الاحتلال الإسرائيلي للأسف قوانين عالمية أكيد فيه لكن للأسف الاحتلال زي ما احنا شايفين فوق القانون ونتمنى أنه صراحة هاي القوانين تتطبق عندنا دائما منشوف الحالات الأهداف الكبرى دائما اللي هي سيارات الإسعاف وطواقم الطبية طبعا أكيد حسب قوانين الحقوق الإنسانية لا يجوز هذا الكلام لكن للأسف إحنا كشعب فلسطيني عم نشوف على أرض الواقع عكس ذلك من قبل الاحتلال الإسرائيلي دائما الهلث تيم اللي هو الفريق الطبي لازم يكون هو المبادر في أي حالة في أي اشتباكات فأكبر غلط أن يكون هو الهدف الرئيسي زي ما نشوف من الاحتلال الإسرائيلي للأسف هلأ التواقم الطبية أصلا محمية بكل الدول العالم بس باستثناء أنه عندنا فلسطين لأنه أصلا إحنا محتلين فهذا الحال إحنا منتهاكين من كل الجهات سواء طبيا أو مش طبيا يعني من كل الجهات وبالتالي أنه بتخيل أنه منتهاكين ومش محمية عنه لا ما بجوز لأنه التواقم الطبية هي تواقم إنسانية مش طعب على أي طرف من الأطراف من الحروب والنزاعات هدفها بيكون بس الحفاظ على حياة الإنسان ومساعدة تقدر الإمكان كتواقم الطبية في دولة محتلة لا التواقم الطبية ما لها دخل بالحروب هي بتساعد الناس المصابة سواء أنه هو بالطرف الأول أو بالطرف الثاني عندنا هون بفلسطين كدولة محتلة لا لا طبعا يعني تواقم الطبية يعني كناس راحين يساعدوا يعني يعاجوا كمان ويساعد فهم ما دخلهم إنهم يستهدفوا وينسابوا ويساعد لهم إطلاق نار مثلا يمكن أنا في هذا الصيق حب أتشكر الطلاب اللي عندهم ثقافة حول هذا الموضوع وهذا كتير مهم الوعي والثقافة كتير مهم أنها تكون موجودة شو رأيك في إجاباتهم؟ كتير حلوة كتير خريبة للمنطق أصلا شو مكتوب بالكتب مكتوب 100% نعم شو بالمعادات الدولية تقريبا شو اللي تفضلوا فيه كان كتير خريب لهيك معلومات أكيد وهذا يعني مش شي غريب على الاحتلال لأنه يكون موقع على اتفاقيات دولية ويقوم بخرقها على أرض الواقع وكتير شفنا نماذج لطواقم طبية ومستشفيات ومراكز رعاية تم الاعتداء عليها تم اقتحامها تم اعتقال مصابين وهذا شي كان مخالف للقوانين والأعراف الدولية لما صيب الأحمر بيقوم بتوثيق هاي الانتهاكات وهذا هو الدور الأهم والأكبر اللي هو عم بيقوم فيه شو عم بيفكر لحتى يقوم بمحاولة حماية هاي التواقم الطبية نعم سؤال حلو وبالإمكاني أننا نصنع جزء له جزئيتين الجزء الأول أنه فيه مشروع الرعاية الصحية في خطر مصطلح بالإنجليزي هيلف كانين دينجر اللي هو موجود فيه معظم الدول اللي الصريب الأحمراء موجودة فيها حعروب أو نزاعات طبعا إحنا هذا اللي نحكي عن المناطق الفلسطينية أنه هذا مشروع رعاية الصحية في خطر وليد مبادرة الحركة الدولية للصريب الأحمر والهلال الأحمر الهدف الرئيسي من وراء هذه المبادرة هو حماية وجف العنف عن المرضى وعن مقدمي الخدمات الطبية هذا السبب الرئيسي من هذه الحملة أو هذه المبادرة لأنه المقدمين الخدمات الطبية إذا لم تعرضوا لعنف المريض بنهاية النهايات هو الخسراء طبعا ونعم لأنه إذا انتهك كرامة المقدم الخدمات الطبية لا يمكن أن يعطي صحة آمنة وعلاج آمن لهذا المريض فهذه المبادرة إحنا لنا فيها من 2011 الشق الأول حكيت لك في من الشق الثاني أنه كمان في مبادرة أو مشروع هو ساعدنا لنساعدك هاي ساعدنا لنساعدك أكثر الآن هي موجودة في قطاع غزة الحبيب بحيث أنه وعي الجمهور هو توعية أكثر أنه يجب أن يكون مرافق واحد لكل مريض لأنه بتعرف غرف الطوارئ دائما مكتدة دائما مليانة ناس فهذه كمان نرجع للنقطة الأولانية اللي ذكرت أنه هذا بعطي بنهاية الأمر إعطاء خدمة طبية صحيحة وآمنة للمرضى الشيء الثاني أنه مهم جدا أنه المرضى اللي بدهم يتوجهوا لغرف الطوارئ ما يتوجهوا لغرف الطوارئ إلا إذا كانت الحالة طارئة حوادث، حروق، مثلا سكتات قلبية بعض حالات الأطفال لكن إذا مثلا وجع بطن خفيف إلى آخره في ناس بتوجهوا مباشرة لغرف الطوارئ وهذا بيكون على حساب الحالة الطارئة الصحيحة اللي ممكن تصير فنعم من هذا المنبر أنا بوجه رسالة للجمهور الكريم أنه فقط يذهبوا إلى الغرف الطوارئ إذا كانت بالفعل الحالة طارئة زي ما صنفتها إذن كان جواب الصليب الأحمر أنه هم عم بيحاولوا حماية الطواقم والمهمات الطبية من خلال مشروع الرعاية الطبية فيه خطر لكن خلونا جاهد السؤال للطلاب ونشوف مقترحاتهم لربما يكون في عندهم مقترحات أخرى لحماية الطواقم الطبية بعد استهدافها أو من الاستهداف من قبل قوات الاحتلال نتابع الإجابة سويا طبعا الكوادر الطبية دائما بتاخد الاحتياط اللازم بكل المواجهات وكل الأمور الكوارث دائما إلها نقاط معينة في حالة المواجهات يكون فيه نقطة معينة يتوقفوا فيها وعلى أساس أنه في حالة الإصابات أنهم يتوجهوا إلها بعض الأحيان ممكن أنه يكون المواجهات صعبة وجيش الاحتلال عماله ببعد طواقم الإصعاف بهاي الحالة بدون يضطروا أنه الشباب يغامروا بهذا الموضوع ويجي بأي إصابة يعني هذا شغلنا الإنساني هيك طبيعته هلا الفكرة الرئيسية أنه تكون فيه مكان مخصص للأطباء أو مكان مخصص للفريق الطبي اللي بدي يقدم المساعدات يكون هذا المكان محرم أنه أي اعتداء يكون في هذا المكان والفكرة الرئيسية الدائمة أنه يكون فيه يعني فيه لباس معين يحمي يحمي الطبيب ويكون متعارف عليه هذا اللباس للطبيب عساس أنه ما يتعرض لأي أذى أولا شيحنا يعني النزاعات هي تقسم لها قسمين إحنا مقسمها قسمين اللي هي حالة نزاعات أو اللي هي بتكون مع جيش الاحتلال خلينا نقول على نقاط التماس والشقة الثانية اللي هو النزاعات اللي ممكن تكون داخل المستشفيات في حالة أجط إصابات لمشاكل أو أحداث عائلية أو اجتماعية الشقة الأولة اللي هو بالنسبة لنقاط التماس مع جيش الاحتلال يفضل دائما أنه يكون فيه جهات دولية تكون تحمي هاي الطواكم لأنه أنت جيش الاحتلال ما بفرق بين أنه هذا مسعف وهذا مدني وزي ما مر في الأحداث السابقة اللي صارت أكيد كل الناس سابعتها وشافت أنه الطواكم طبي يتعرضت لإطلاق رصاص فهي الحالات الجهات المعنية دائما لازم تكون هي جهات دولية اللي توفر الحماية لهذا والأطباء والممرضين ورجال الإسعاف اللي بكونوا موجودين ضمن الأحداث وضمن نقاط التماس اللي بكون مع جيش الاحتلال حسابة بالنسبة للحالات اللي بتكون مشاكل مع الناس طوش خلافات اجتماعية بين الناس يفضل دائما أنه كل مستشفى لازم يكون فيه عناصر أمن يوفروا الحماية للطواكم الموجودة في الطوارئ خصوصا لأن هاي الحالات دائما بتجي على قسم الطوارئ مهم جدا وجود هاي العناصر لحتى مش بس أنه انت تحمي الطواكم الطبية انت برضو مشان تساعد الطواكم الطبية يقدروا يساعدوا المريض ويحافظوا على حياة المريض لأنه أنا إذا بدأ أجي بدك تعمل مشكلة مع الطبيب أو مع الممرض الممرض رح وقف شغله ورح وقف شغله ما رح يقدر يعرف شغله وبنها يضلش بأثر على حياة المريض اللي همي جايبينه والله زي ما انت بتعرف انه جيش الاحتلال يعني جيش ما بفرق بين طبيب ومواطن عادي أو أي شخص عادي بالمجتمع يعني الطبيب بالنسبة له زي أي بني آدم تاني أو زي أي حدا بيعمل بأي وظيفة أخرى يعني ممكن يتعرض له بإطلاق نار انت عارف جيش الاحتلال عادتا بيطلق نار بشكل عشوائي أحيانا ما بفرق انه هذا الطبيب بدي أنا أحميه بديش أتعرض له بإيذاء أو إهانة أو أي شي بس يعني المفروض انك طبيب يتخذ إجراءات بقائية اللي ممكن أي حدا تاني يتخذها يعني مثلا يلبس خوذة يلبس طاقم الإسعاف لعل وعسى يعني يكون في عندهم شوية يعني أخلاق وما يتعرضوش للطواقق الطبية بأي أذى أما عدا عن ذلك يعني الواحد شو بتضيير للمساعدات الدولية يعني وحقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية العامة بالعالمية يعني عشان الحماية احنا عارفين انه للأسف يعني هاي الشغلات ما بتفيدنا وإحنا شفنا في كذا موقف انه الطواقم الطبية للأسف تعرضو لها بالطخ والقتل والإصابات وشفنا جديد ممرضات وأطباء استشهدوا يعني الله يكون بالعون الله الحامي يعني أنا حسب معرفتي انه فيش حاليا انه حماية للطواقم بس المفروض يكون فيه زي مثلا غرفي معيني في المستشفى يكون فيها جميع اللوازم لحماية الأطباء مثل الدروع وحتى لو مثلا لو مثلا لو سمح الله توفق أحد الطواقم الطبية خلال الحروب انه يكون فيه تأمين لعيلة هذا الشخص أنا من رأي يعني انه تكون موفرة لهم رعاية دولية يعني وحماية يعني اللي يكونوا ضامنين حقهم على أكمل وجه ثانيا انه يكون هم نفسهم لابسين ملابس واكي يعني عساس اذا تعرضوا لأي اشي يكونوا يعني محميين فيه قوانين عامة يعني بتحمل المجتمع الطبي وكمان يعني المجتمع الطبي هم وهو بيحمي حاله منه لحاله يعني كمان مثلا المشاكل اللي بتصير في المستشفيات الدكاتر الطوالي بتخبه في الغرف وخلص ومثلا زي الإسعاف اللي في طواقم الإسعاف وقت الحروب بتخبه يعني وخلص يعني هم يبحموا حالهم لحالهم كمان اختلفت الأرامة بين توقم الطبيعي أنفسهم بين الطلبة من نعود لإلك سيد عماد ايش رأيك في الاقتراحات اللي اللي سمعناها مع بعض اقتراحات مناسبة واقتراحات بالزبط في محلها لانه بتعرف احنا الآن في وضع نزاع حروب وبس مش بس هنا على فكرة كمان هذا ماخدين انطباع على كل الشرق الأوسط لانه دول تانية حقيقة بتصور انه هادي الوقت اللي احنا بنمشي فيه من اسوأ الأوقات اللي حتى لم يعاشرها اجداد انه اسلافنا سح ممكن اليوم منظومة القيم والاعراف العالمية اليوم عم تنهار لانه كمان عم تطغو السلطة والمصالح السياسية واخرنا نقول انه اليوم السياسة طغط على الانسانية هذا انجاز التعبير في هذا وزادت بالفترة الاخرانية حتى طبعا كتير زادت كتير وهذا من الشباب يعني كمان هم مثلوا مش بس هون بفلسطين كمان بمثلوا شريحة الوطن العربي كامل للأسف ولانه بحضروا اخبار بتابعوا الامور شو الاحداث اللي بتصير فهذا بنعكس عليهم على اراؤهم مباشرة مئة بالمئة طبعا خلينا معك نختم اللقاء بانه نشاهد هذا الفيديو اللي من خلاله تم توثيق عملية استهداف احدى المستشفيات ودور الرعاية فمننتقلوا اياكم مشاهدين ومشاهدين هذا الفيديو ثم نعود للسيلة عماد لختام هذه الفقرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحباً. ريا؟ ماذا حال؟ أعمل. أعني كثيراً. أعلم. أعلم. يا حبيبي. لا. لا. قلبي متني. لا. 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 أعيش بك. أعني إليه. قال لي بي سي. اعني بي سي. ريا حبيبي. لا. 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 لا وك祈ل عليك. لا يا حبيبي. ريا حبيبي. ماهني. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الميدان شو بتتولد عندك مشاعر في البداية مندوب عن المهمات الإنسانية ومسؤول عن اللجانة الصحية الميدانية في أراضي محتلة وكفلسطيني وكعربي كمان اليوم عم نتعرض لهاي الاعتداءات في كتير أماكن في الشرق الأوسط نعم حقيقة فيديو مأثر مش أول مرة بحضره كل مرة بحضره وبتأثر فيه الله يرحمها رزان نجار نعم نحن كصليب أحمر باتفاقياتنا الأربع وبروتوكولاتنا الثلاث أصلا وجدنا لحماية المدنيين توثيق أي انتهاك ضد مقدمي الخدمات الطبية ضد المرافق الطبية ضد المركبات الطبية فإحنا بنهاية النهايات موجودين الآن هنا لا أريد أن أعيد نفسي أكرر بنفسي بس نعم لحماية المدنيين والجرحى والمرضى ومقدمي الخدمات الطبية بشكل عام إحنا نثق فيكم ونقدر جهودكم وعنا ثقة كمان في إصراركم على تثبيت الشعب الفلسطيني مهما كانت الأتداءات اليوم صارت كبيرة وواضحة وعم تزداد لأنه كمان إحنا من عنا عم يزداد الإصرار بأنه إحنا بدنا نضل لو قد ما حاولوا يخلونا نرحل فحبا أتشكرك سيد عمد دعيس أنا أتشكركم لهذه الإضافة الطيبة الحقيقة سعد جدا بهذه اللقاء والحديث وإن شاء الله نطلب من ربنا أنه مستقبل مشرك للجميع يا رب الله يثبتنا في هذه الأراضي الفلسطيني نحتفل جميعا بحرية شعبنا الفلسطيني شكرا لإيلاك وكل الشكر لتواقم الطبية في الميدان بكل صدر رحم شكرا لك شكرا لك